بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا يجعل عملنا كلها صالحة الوجه الكريم خالصا ولا يجعل الشيطان ولا لأنفسنا منها نصيب وتقبلها مننا بقبول حسن برحمة أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني في وجوه تقريبا معظم اللي شفتهم كانوا في حفل التوقيع مرحبا مرة تانية وهوش جلد وكل بقى الترحيبات اللي في الدنيا كلها عنوان محاضرتنا النهاردة عنوان بسيط وسهل بس بيفرق معانا في حياتنا كلها سواء كنتي بنت أو أم أو زوجة سواء كنت لسه طالب أو مقبل على زواج أو مجرد أن أنت عبد لله عز وجل لما بنيجي نتكلم عن يلا نعيشها صح هو إيه اللي نعيشه أنا مش بدي محاضرة النهاردة كلام ومناش على الشاشة اللي عايزين شاشر روحه اليوتيوب لكن النهاردة محاضرة إيه اللي نعيشه الحياة وإزاي نطيع ربنا في الحياة يعني هي الحياة كلها طاعة وعبادة والكلام ده ها من يقول أخلص ربنا في كل عمل الحياة معناها أن أنا عايش عبادة وطاع وخلاص وإخلاص من يجاوبني على السؤال ده وادعيله لا ده أنتوا لا هقوم بقى هقوم كده ومعناش هدية النهاردة بس هدعلكم يلا شاركوا معي أنا مش في محاضرة على التلفزيون أنا هتعوده أنا عاود ونتعود فراجوا إحنا هنا أنا نبسي نطلع من باب القاعة دي وكل واحدة فينا وكل حد فينا طالع بقيمة مش يا يا حضرنا بقى وقالت الطرق هالة وصورنا ويلا السلام عودحكنا لا أنا عايز طالع بقيمة وبمعنى وبمهارة المهارة دي هي السلوك اللي نطلع بره القاعة أنا مكتسبة بتقول إن يلا نعيشها صح يعني الحياة الحياة دي معناها طاعة وعبادة وإخلاص بس ها ولا في حاجات تانية أكيد في حاجات تانية المعاملات الله يبقى الحياة عبادات ومعاملات اسمك إيه غنى اللهم اغفر لأختكم غنى قولوا أمين وارزقها من خيري الدنيا والأخيرة اللهم أمين وإحنا معاها ماشي عشان نكسب اه عبادات ومعاملات حد يوصل عشان النقاب ما ومسؤوليات طلب منه حقيقة يحب يحس إن أنا مسؤولة عنك أنا أنت محتاجاني مش محتاجاني بمعنى العوز لا 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 أنا موجود في الدنيا علشانك وعلشان الأولاد وهكذا خضيني الرجل موجود على شانك وعلشان الأولاد وهكذا النقطة دي مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها إحنا ما تيجي تكلفنا بمسؤوليات إلا الفطرة طبعا حب بيتك حب أولادك تحب زوجك طبعا لكن لما بتيجي عند الراجل يعشق كده وده سبب من ضمن واحد إنته دم ضمن ست أسباب إنه ممكن واحد يفكر في الزوجة التانية آه حنزعل دلوقت ديغتي أيوة البق إن عواج بقى والإموشنات ثلاث ليه آه أصل التانية ممكن تكون حسيته أنا محتاجا لك أنا مليش غيرك أنت لليه في الدنيا قال لها طب ما ينفع الأولى تبقى تانية وثالثة وربق ينفع بس تتعلمي صح وقبل ما تتعلمي صح إن كتب أنت المسنى والثلاس والرباع والأخت والصحبة والصديقة والسلمات وكل الكلام ده لازم تتعلمي أنت تعيشي صح لازم أنا تعلم كعبد أو كشاب أو كطالب أو كبنت أو كزوج أنا أعيش صح أعيش صح بتوازن مع الأمور إحنا عندنا تمن أمور جانب الروحي والتعليمي والثقافي والاجتماعي والرباني والمهاري والسلوكي والاجتماعي جوانب لازم نشتغل عليها عشان أعرف أعيش حياتي صح أول حاجة من منظومة عيشها صح نفهم نفهم إيه إن إحنا عباد لله أقسم يمين بالله تلعنا شرقنا غربنا جينا عملنا إحنا عباد لله إنت أما لله مين الرب الله عز وجل ولما يقول الرب شيء حاضر يا رب سمعا وطاعا يا رب تعرفوا يحصل إيه تأتي لك الدنيا جرجرة طب ما أنا حابة الزوج ما عرفش يعمل إيه والخطيب اللي جاي والراجل آه عايز القلوب دي بإيد مين لأنه شبه ولا نمثل بإيد الله عز وجل والقلوب بين يدي الرحمن صحي ولا لا مين يجيب قلب زوجك الله مين يجيب قلب العريس اللي مجاش ومش شايف ومتأخرين وربنا يعني يرزق كل بنات المسلمين بالزوج التقية الصالح النقية الرباني القرآني قولوا أمين الكريم بقى من العيلة الكريمة قولوا أمين ويرزق الشباب التقية الصالحة تعارفين الشباب بيقولولي إيه على الجزئية دي بص يا دكتور هلا أنا عايز واحدة طيبة يعني ومعايا في العيشة آه أيوة يا أختي بص في السامن معايا في العيشة كويسة ومحترمة ويعني تبقى أصيلة ويعني تسمع كلام ربنا هو أنا هعاصي ربنا في إيه بس مش عايز أكتر من كده هي بقى تحطي لك لازتة حلو حلو أنك تحطي مش مشكلة ولكن اختاري صح لما أجي بتكلم أول حاجة في العيشة صح إن إحنا نعرف إن إحنا عبيد لله أي كلام الخزعبلات والحيزابونات اللي طالعين يقولولك وانتي وانتي والمرأة ويا حقوق تعالي يا حبيبتي انتي تعالي يا مام وانتي اللي هتعرفين حقوق المرأة هطلع لكم قدام بعشان هبهدل الدني انتي اللي هتيجي تقولي الحقوق الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أكتر من 1400 سنة حط حقوق آه أنا معاكي المرأة مظلومة في بعض الكتير وبيتجاب عليها كتير وبينحط عليها كتير ولكن ده ظلم أفراد مليش دعوة بيه أنا ليه دعوة بمنظومة الإسلام كرامك عزك تعودي كده حتى رجل عين تتجاوزيه آمين يعني أفكر آآ آآ لأ ما قدرش ولو في قاضي شرعي في البلاد تروحيله وتقوليله مظلمتك يجيبلك حق ولو آآ أبوك أو أعمك أو خالق أو العصب الوارث في العيلة كلها من الزكور منعوك أو تعناتوا أو أعضلوك من الزواج تروح تشتكي بس فيه ظلم حقيقي واقع المرأة فيه هو كده وإذا كان عجبك وعملي بلؤميتك مش كفاية بأكلك وشربك مش كفاية بعمل كذا وبسوي كذا والكلام إيه كلام صريح وتبقى حاسة أنها مكسور تقول لك أروح فين أروح فين لليه لأب ولليه عيل حتى لو روحت أخويا ومرات أخو أروح فين آآ فيظلم ويتعنت ده ظلم أفراد مش دين مش منظومة اللي يعرف ربنا ويتقى الله عز وجل في أهل بيته عارف إمت المرأة دي إيه أعرف زوج برنس يعني حد كويس جدا وإنت عمر زك عمر ده اللي على السلامه قال في نهار مبروك على التخرج الشربيني سواي لما تيجي زوج برنس أنا بسمي الراجل الراجل راجل ما تذكر لأن كلهم ذكر في البطاقة ناشي لكن الراجل العارف مسؤولياته اللي ما بيخل ليش فيه عوز أو احتياج لأهل بيته أو خلي زوجته تقول تشوف واحدة وتقول ياه والله يا بختك ده أنت زوجت كذا وأنا لأ لأ ده راجل إيه واحد بس عشان أقول لكم العلاقة بيننا وبين ربنا إزاي فيه راجل وزلم زوجته في أمر وبعدين هي جات لي قلت لها واحد اتنين تلاتة استحملي واحد في النقطتين دول وبعد كده ما أقدرش ولا هعمل وراح وبيتكلمني كإني واحد صاحبه وقال لي وكإني مش زوجته وراح يتزوج وبيحكي لي عنها قلت لها أعملي خطوات واحد اتنين تلات لا قعدت سنتين وبعد السنتين رجعت بتنقشني في الخطوة رقم اتنين اللي أنا قلت لها قلت لها بعد سنتين جاي يتكلمني يقول لها إيه سامحين قلت لها كان ممكن سامحيني دي أو الكلمة دي مش علشان الزواج التاني حال لا تزوج بس ما تعملش حرام لا 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 منظومة تزوج بس ما تعملش حرام قبل ما تزوج تعالي لنا تعالي لنا كده وإحنا نكلم الزوجة ونزبطها لك ونزبط أمورك لأن في بعض المفاهيم الخطأ للأفكار الخطأ عند أحد الشريكين فيبني عليها سلوك خطأ فيتبني عليها قرار خطأ من اللي يشرب العيال والزوجة قبل ما تخمش عشان منظومة الهسس اللي طالع ده ده كله مين اللي يعملوا يعني مش عايزة أقول ألفاظ يعني مين اللي يعملوا عبد آبق ما يعرفش إن أنا منظومتي وسق في الله سبحانه وتعالى ما يعرفش إن أنا النهاردة أو بكرة أو بعده ولا بعد عشرة هقف قدام ربنا يقول له عملت إيه في الصبر الصبر التقية اللي كانت معك دي عملتها إزاي ما تعرفش إن هي رعية واسترعتها إن هي مسؤولة عن رعيتها في البيت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على كلام ربنا ما ينطق معنى هو إن هو إلا وحي يوحى اسمعي له وأطيعي فإنه شنتك وناري بس اختاري صح أنا بقولي البناتة اختاري صح أعرفه إزاي هيتعرف بيبقى أقسم يمين بالله بيبان وبيبان في الخطوبة ودعي ربنا سبحانه وتعالى واسألي واستخيري واستشيري وروحي الثقة المؤتمن عشان ما تقعيش في الغلط بس اختاري اللي سف والله عز وجل ساعة ما نقوله ربنا قول حاضر ساعة ما نقوله يقول حاضر يا رب وانتي نفس الكلام لما يجي شاب يقول لي يا دكتورة يعني قولي لي نصيحة أخذ مين أقوله تاخذ اللي ربنا ساعة ما تقولها ربنا ورسول الله تقولك حاضر هو دي يبقى ده البداية أعيشها صح إن أنا تحت ساقف الله قال الله قال الرسول الله قال الصحابة أقوله العرفان ده رقم واحد رقم اثنين عشان أعيشها صح لما أعرف أن لي يا رب أعرف إن أنا إيه عبد يبقى ما يجيش إن أنا لا والله أصلا وجهة نظري في الموضوع في أمر لا يحتمل التأويل أو أمر ثبت بكتاب وسنة أصلا رأيي إن ده كان زمان وبعدين دلوقت أنت عالي يا حبيبتي تعالي تعالي لا أصلا دلوقت يبصي إحنا مع الحركة النسوية بنسبة نسويات واللي طالعين النسويات وخراب البيوت من النسويات المرأة غير ملزمة تفتح الباب لزوجها شكرا مش أنت هتفتحي له الجرة هتفتح له حبيب تفتحي لهش يا مام المرأة مش ملزمة ما تعملوش لانش بوكس زي العيال بقى أو كده أو تفطروا اللقمة ولا كوب بيتي الشمان انتش هتعملي فيه اللي بره عبيبتي السجرتيل عملاله وحطاله وعيونك وهاهاها راحتك مش بنقول كده علشان كده إحنا بنعمل كده حزبة لله في الزوج مين بيحضر الحلقات ويقول لي حزبة لله يعني إيه يعني جايب العمل وقفل عليه ها وحططيه عند الله عز وجل لا يفتح إلى يوم القيام كم أجره ما نعرفش طب يعني سواب إيه الحزبة دي ما نعرفش آآ ألف حسن قل الله ما نعرف خلا ونحدد ليه يلا ما يمكن حاجة فوق كده جنب النبع السلام ولا جوه أصر النبي أنا لا أحصي على الله ولا مذكور في أي حديث عند الله مين اللي حسبني عليه الله المحسن اللي طلب مني أن أنا أحسن فما تيجي نقول لأنا بعمل الأمر آآ لله عز وجل الزوج ده جاء للزوج تسامحيني بعد سنتين لما نيجي نقول يعني إيه الزوجة غير ملزمة إن هي ما تنمش بدلتل لقليها الهاشتاج الجديد غير ملزمة تنم في بيت جوزها آآ أنا مش على الهوة دلوقت فيه هوة فيه بس مباشر وعلى حد يكون بس مباشر الزوجة غير ملزمة إنها تنم في بيت جوزها يا رب يلهمني كلمة محترمة يا رب عشان قارر أما الملزمة تنم فين يا حبيبتي يعني أنت مش ملزمة تنم في بيت جوزك طبعا يعني ملزمة فين عقد اللي انت مضيتي عليه ده حق الاستمتاع أولك أولا ما الاستمتاع للطرفين ماشي أنا مال لأنا بقى أنت روحت عملتي على عينك وحبيت غلط ومالي وحبه ماما وعشة ماما وماليش ده مش ده اللي بيحصل قصة أنا خلاص حبيته فيه فيه حاجات بتبان والله بتبان وما تيجي بنت مخطوبة وتقول لي مشكلة معينة من ضمن المشكلات اللي هي فيها والمشكلة دي تقول لي ايه والله يا دكتورة حصل كذا بس أنا يعني بحبه وان شاء الله غيره أنا وهو يقول لي ظهر فيها كذا وقت الخطوب بصي أنا هربيها على قدية شكرا أنا حبيب انت ويه التغيير لو مجاش من جوه القلب فانكوش عربش كلمة مصري بس هو كده يعني ها فققع الهو فانكوش بجد لو التغيير مجاش من قلب العبد من جوه ما يتغيرش إن الله لا يغير حتى هم فلازم خطوة التغيير هي مش حاسة انها غلطان قال له حقي وكذا ومش عارفة ايه وهو نفس الكلام قال لنا الراجل وانا الشوك وكلمتي تتقال بالحق يا ابن ما فيش هو كده فبيبان ما تقولوا ليش ما بيبانش طفين يجي منين ثلاث حاجات استجلبه ازاي سلسلة جذب العريس اجيب العريس التقيي النقي ازاي بالدعاء لا مش بالدعاء عندنا ثلاث أدعية دعاء سيدنا موسى واحفظه وكتبه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ما حصل فجاءته إحدهم رقم اثنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقيل حسنة الدنيا الزوجة الصالحة والزوجة الصالحة رقم ثلاثة رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعي وجعلنا للمتقين ايما اللهم أمين فالأصل ان أنا بعمل ايه بدعي يجيبوا يا رب كذا أحب قلوب العباد إليك يا رب أطيبهم أحنوب الكريم الكريم الطيب من عائلة طيبة عادي الغنز والعربية يعني قولي اللي أنت عايزايا يعني ما يجوز ادعي لكن أجي إن أنا في البلقاء وقول لا أصلا هغير دي من الأخطاء يبقى عرفت إن أنا لي يا رب وإن أنا عبد سمعا وطاعا يا رب خد اللي يقول حاضر يا رب تقول لي إيه مرجعيته الله ورسوله أصلا لهش كبير ربنا كبيره بيبان بيبان أسأل عليه في شغله أسأل عليه في استأهله أسأل عليه في تعاملاته في النساء بتوع العيل اللي عامل معهم إيه وإنت أسأل عليها شوف أمها بتعمل إيه شوف أمها بتتصرف إزاي إيه اللي بالإدرة على أمها على فمها تطلع إيه عرفش بقوله بالسوري مش عارف حاجة على تمها حاجة كده جميلة لغة جميلة ماشا النورسين أجل أنتم يعرف فالأصل إن أنا بسأل هو بديني بستخير بستخير يعني إيه سبتها عندك أنا بسألك عشان كده بقول لك لازم يبقى لك حال لازم يبقى لك حال مع ربنا عشان لما يجي أركن للركن الشديد يا رب بحق ما بيني وبينك يا رب إيه اللي بينك وبين ربنا أنت مين أنا فلان مين يعني هل ملائكة الأرض والسماء يعرفوك طب السماوات السابع الأولى والتانية حد فيهم يعرفك الدليل لكل عبد إيه صيت في السماء إسم التقية صحبة الكرآن ده صحبة كتاب الله ده صحبة الصداقات ده صحبة إنها بتؤمر خير للغير الناس قطاع الأخبار كله السلام عليكم الناس اللي بتؤمر بس بالخير أو بتربط خير مع خير لسه سمع قصة مبارح إن أخواتنا الفلسطينيات ربنا يكرمهم حسابهم كلهم حملة لكتاب الله تحكي عن بس حد كان بينش يعني واحدة عايزة خير والله فيه البيت الفلاني محتاج فيه البيت الفلاني فيه أرملة في المكان الفلاني بس عن مدى يعني حسن الخاتمة لهذه المرة من نور الوجه من بسمة الوجه وهي تقول لك طرية بعد سبع ساعات يعني بتوع الطب عارفين التشريع كله بتياب بعد سبع ساعات طرية يا عميد لزي ما أنت عايزة فيها تعالوا شوفوا بقى ما شاء الله رحتها مسك من قبل ما يحطوا المسك أصلا يعني لا يبخر فيه رأي من الأراء لا يبخر الكفل للمرأة ولكن ما شاء الله كان كل الناس شمين لماذا؟ أساكت بس بتعين على الخارج بتوصل مربطية طرية يعني بالمصر تربط ما بين الخير والخير أعرف حالك إيه؟ أنت بينك وبين ربنا إيه؟ ووع حد يقول لي أصلا مقصر وصاحب معاصي أبداً تسمعوش الكلام؟ هذا اللي ورا شايفين؟ تسمعوش الكلام ده؟ أي حد أي عبد إذا كان الآية في القرآن كانت بتقول أفامانيو جيبل إيه؟ قال المضطر ده لازم يكون مسلم قال لازم يكون أنه هو ما شاء الله بتصلي وبتسوق لا أي حالة اضطرار لمسلم أو غير مسلم وأنت في حالة اضطرار أنا لسه حكية قصة موجودة هنا في اسطنبول وهي جاية من بلد بره ملحدة لا دينية ما بتؤمنش بالله أصلا سبب إيمانها كانت بتسمع الأزان وبتسمع الناس وبتشوف وهكذا وبعدين تاهد في الطريق والموبايل أفل والموبايل أفل لا معها جي بي اس ولا معها مكلمات ولا تعرف أي حاجة في أي حاجة طب وبعدين قالت له ياللي فوق كده اللي بيقولوا عليك موجود لو أنت موجود دليني على الطريق بتقول مشيت كده روحت كده هو موجود سبحانه هو موجود هو حد يقاسك من ربنا والله لو بتعمل السبع كبائر والله لو مش على الكبائر كلها السبعة وعلى المصر إلا الشرك بالله حتى لو كده ولا يهمك قوي حد يقول لك أسنتي مش تعمش على طاعة ومش على فما تسم لا لا طالما أنت على طاعة وطالما ناوي يا سيد الطاعة ما عملتهاش ناوي بس أو لجأت له في وقت عوز هيجيب هيجيب ولما يستجب لك ربنا ساعتها تعرف إن دي أية ورسالة خلاص بقى عرفت إنه معاك وسمعك وشايفك حالك مع ربنا إيه؟ أنا نفسي كل نساء الأمة كل واحدة مسلمة طاعة لبسة خلعة بتعمل المعاصس ما اللي بقولك عليه او حد يقاسكوا من ربنا ولا يقولك كده أنا مرت بلحظة أحكيها لطول العمر ولا محجبة ولا ليه ولا عرف أي حاجة غير السوم رمضان ممكن الصلاة كده مثلا في أوقات إيه؟ يعني وقت الامتحانات يعني الضهر بس شكرا ووقت لما قررت إن أنا خلاص خلاص يا رب انتهينا ما هنا يعمل الحاجة صح ما نشطلع من المكان ده إلا بالحجاب خلاص طب والليب سأتفيلوا عليه طب وقت تتبرعين كل اللي عايز ياخده ياخده كل بقى الجبات والاكسسورات والحبشتكنات كلها خدوا وقفلوا الدولاب حد يوريني المفاتيح أصفتنا دنيا المرأة أومانية ونشأ في الحلي عايزة تبقى كذا وكذا واستجاب ربنا أيوة واقولوا يا رب عرفني أنا مش عارفة بيقولوا حاجة كده بعد الصلاة ما عرفش عن ايه التسبيح يا رب عرفني بيقولوا حاجة كده أنا ما عرفش دي ايه يا رب قولي ايه ايه دي يعني ايه أسكار الصباح يعني ايه عرفني كان في مرة واحدة ابدت بس كده ايه ده ايه مش عارف ايه والموسيقى والنمس وبتالي فبس لا كده أنا ما عرفش بتقولي طبعا يعني ده بالنسبة لي كان هرغليفي معيني بعرف في الهرغليفي كان بالنسبة لي ايه حاجة ما عرفها ايه يعني الكلام ده ألاقي ربنا بعيت لي كتيب كتيب ايه الاحكام عاملة ازاي اوعوا حد يقاسكوا من ربنا اوعوا حد يقولك انت بعيد ما ينفعش يستجيب لك لا وربنا بستجيب الملحدة كانت من المسلمين الجدد بتقولك لو انت موجود ياللي فوقوا بيقولوا عليك موجود دليني دلها ولقيت نفسها قدام الفلك اسلمت خلاص لما اجا اكلمك عايز تعيشها صح اعرفوا صح يوم ما تحتاجي حاجة يا رب قبل ما اروح لماما وقبل ما اطلب من بابا اروح للرزاق قبل ما احتاج العريس الطيب الرومانس اللي رباني القرآني الغنز والعربية الكريم كل الحاجات ماشي الله عز وجل يأتي اليك العريس جرجرة انا واحدة من الناس يعني انا اللي قات الله بيا جرجرة لزوجي يعني انا والله يكسطة تانية لان الرجل صالح بيدعي بقى وعمال شغال صلو حاجة يا مصيبة الله مش حاجة مصيبة حاجة فمحدش يقاسك اعرف ان لي يا رب يبقى انا عبد يبقى سامع وطاعة واختار اللي سقفه الله عز وجل رقم ثلاثة عشان اعيشها صح ها قلنا يبقى لك حال مع الله يا بتاعة الصلاة انا انا اعرف اخت بقولها هو على عشرين اتنين وعشرين عارفها من عشرين سنة فاته كانوا لسه بنات في اعدادي وولا سنة شايماء دي بتاعة الصلاة على وقتها هتصلى وتقوم الله واكبر يلا تلاقي كله بيجري اعرف تاني برضو شايماء حملة لكتاب الله طبيبة دي بتاعة ان الله يحب ينطبق عليها الاية دي ان الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين اعرفها شخصي بتشمر لنا كده تقول لك لا عشان يجي منور يا بنت مش لسه نقضت وضوئك بسرعة تقول لك لا 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 عشان تجي كله منور وتستحمى وتتوضعش تبالغ في الوضوء دي احسابها اعرف اخت بتاعة لا حول ولا قوة الا بلا هي شبهك دكتور عبير نسخة منك بتاعة لا حول ولا قوة الا بالله هي دايما الزكرة لخ ربنا بيفتح لها الابواب انت صايتك مين عند ربنا اوعى نطلع من المحاضرة دي وملكيش حال مع الله وملكيش انا نوية اعمل الامر ده انا نوية اعرف لملايكة الارض والسماء ماتت صاحبة ركعتين القيام ماتت صاحبة الصلاة على رسول السلام يا بختها ويا هناها وببشركم اللي له حال في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا بصوا انا بقول ايه يرى عجبة يرى عجبة في الدنيا محدش يقول الكرامات بتوع الاولية ترى عجبة بأم عينيها عايزة اي شيء يجيلك لحدك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نص الحديث يقفى همك ويغفر ذنبك عايزين اكتر من كده يبقى لي حال مع الله عشان اعشها صح لازم اعرف من كل شيء شيء ما بنفعش بقى جاية وقعدة في المعترك ما شاء الله عليك ومحجبة ومسلمة او زي الفل تعرفي عنده اوه مش عارفة والله بيش دلوقتي عندك الشيخ جوجل دلوقتي بيجيب كل حاجة المحاضرات كلها مجانة على اليوتيوب كورسيرا وغيرها وغيرها كلها ماتروحي اتعلمي انت يا مسلمة اولى انت لما تتساءلي في امر اولى انك تكوني عارفة جمعي الاول ما طلع حاجة قال الكلستة الافتر افكت طالع وبتكلموا على قلت لا لازم معرفة عادة حاكوا علي اشوف ايه الموضوع ده لازم ومش عشان تستني ان انا ابقى ام عشان انا لأ انت انت كمسلمة العلوم الشرعية عندك فين مهما يجيش واحدة بقى تقولك ايه الزوجة غير ملزمة استاذ دكتور في جامعة يا رب الهمني كلمة محترمة هو كل من بقى استاذ دكتور في جامعة من حق انه يفتي على مزاجه ويقول ويخرب بيوت المسلمين ويخرب الزوجات لا انا عايزك يطلع من المحاضرة لسان الحق عليك انا عايزك يطلع من المحاضرة دي وانتي لسان الحق عندك تبقي فاهمة اما تقولك الزوجة غير ملزمة ان هي طبخ لزوجها جمهوري العلماء ويجيب لها الاكل مبوخ يطلع من المحاضرة ولكن الاوجب لا تكملوا الجملة الجملة اخر سطر اوجب لها ان تقوم بما هو متعرف عليه ما هو متعرف عليه الرجل خارج البيت وداخل البيت تقول لك لا ومعليش بقى هو برا البيت وبعدين يجي ساعد مش النبي عليه الصاد والسلام كان بيساعد اهلي بقى يعني انت عايزها مطحون برا وعايزها كمان ولو ما عملش كده ايوة انت زوج مش عصري ومش مصري والكلام ده كلامي ما كل ده من الايه؟ من الداي المرأة غير ملزمة ان هي معرفش تعمله اللقمة ولا كوباية انا غير ملزمة عملها كوباية الشاي امال فين الكوالتي طايم كوالتي طايم ده وقت مش وقت العلاقة الخاصة كم زوجة هنا ترفع ايدها كم زوج وزوجة موجودين تمام تلت يعني مش من التكلم على العلاقة الخاصة البنات تسمعوا اللي بقول عليه كده انتراتيش بنقعد معك وقعدة بعد كده ولكن ده وقت هو الزوج بيشوفك في ايه؟ واحدة ستة صوتك حل بتتحكي مش نكدية ينوبك سواه والعلم الكلام صحي ولا لا يا ستة اللازل حال تلت ساعة بس في اليوم بلاش خلي عشر دي عشان دماغه بيفصل بعد اتنشر دي اي راجل دماغه بيفصل بعد اتنشر دي بعد انا عمل لك كده سماء اه وعمال يعمل سكرولة على البتاع ومعاكي ومعاكي هنعمل الشاي اللي سبريستو العصير اللي تقطيها هتطلق اي حاجة وعودي معاه يشوفك ستة ينوبك سواب لان انت ستة صوتك واحدة ستة لا 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 دحكة ما بلاش مية وحداشر بلاش مية وحداشر وهو كمان شو فيه راجل هو يشوفك ستة وتشوفه في عينه وبريق العين شايفك ستة ما بنتكلمش على العلاقة ولكن انا بتكلم على العشرة يبقى احنا شايف خلية في دماغه ان انا بكلم واحدة بدون غم اتكلموا ان شاء الله على كوكب المريخ بلقي جعوب مشاكلك دلوقتي قاعدين حلوين يعرف بص المستهدف ايه بصوحنا عايزين نحط ايه انا بعرف اتكلم بصوت واطي وبهدوء وبدون عصبية والبادي لانجوجي حلوة ومبتسمة شكرا نجحتي وهو راجل ومتاع مش مكشر وزهقتين بقى ما تدرغي بقى لوك 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 يا شيخة منك لله اذا الدماغي ستضاعك لا حشر دقائق ده الكواليتي طيب وهو فين خرص زواجي كم سنة زواجي يا ابني سنة ونص يا نهركم سنة ونص وخرص زواجي لماذا ما هو قاعدين بيتخنقوا بالليل الفيشة اللي جنب المشترك بتاع الموبايل في ميلينام هنا عجل الموبايل مش الدفاية بقى مين اللي ينام جنب الشاح كارسي يبقى احنا فاضل قد ايه عشر دقائق يا عم هتنسيني تمام تمام خليني اقولكو اخر حاجة علشان اعيشها صح لازم اتعلم تقولنا الرقم اربعة المهارات اخر حاجة ان انا يبقى عندي رؤية وهدف وغاية الهدف بيتحقق في الدنيا بمدة زمنية ينفع مزمن اه ينفع ان انا اعمله مجربول اه ينفع ايسو اما الرؤية والغاية علي ولا ابدا تستصغر كلمة او جملة او غاية انت ابا تقولها صدي كتير عملكش دعوة هو انت بتسأل مين ونص حديث النبي اذا سألتم فاعظموا لايه مسألة فانكم تسألون ايه عظيما ما تستصغريش اطلبي واخدي بالاسباب طب بتنجح لا عايد ما نكحيش المشكلة لما احنا عايشين في الدنيا ليه ما يخلكيش الفشل ولا الوقعان ولا الخطأ احنا جاني الدنيا نخطئ فنتعلم فنصيب فنستغفر فنكمل نقول ثاني المصباحة عمل بعد تسعمائة تسعة وتسعين والتسعمائة تسعة وتسعين غلط هم اللي بيعملوا بيها العجلة تدورة في الافراح فاكين الافراح مصر والشادر او اللي بيقيده يطفي ولا اللمبة تقيده دي كلها تجارب فشلة الاديوسين وخدوها عملوه ايه عين تصغري حلمك او رؤيتك غايتي رضى الله غايتي الفردوس غايتي صحبة النبي غايتي اننا بقى في الدنيا مع ربنا ومع رسول الله صح دي غايتي ونو يعمل كده اخد بالاسباب يعطيني اه ليه لان احنا امت السببية ركزوا في اخر جملة هقولها احنا ام اي مع السببية هه يعني افعل كذا حط البذرة وسق مية تطلع زرع قلت بسم الله خدت سوابها طلعت خرجها خدت السواب اي حد وانت هيعمل كده مسلم وغير مسلم هتطلع الزرع لان احنا الكون قايم على السببية لكن مين ربس الاسباب الله عز وجل باسمه القيوم القائم على نفسه هو القيوم على امور عباده معنى اسم الله الرب كده احنا جهلة في معرفة اسماء ربنا جهلة بجد لازم نعرف فما ناخد بالاسباب ندعي ربي يعطينا اه طب ممكن يعطينا بدون اسباب اه ايوة طب ممكن يعطينا عكس الاسباب ايوة نعم طب مع انتفاقي الاسباب واستحالتها ايوة ليه لانه الرب فنرجع للنقطة رقم واحد ورقم ثلاثة هو ربه وانا عبده لازم يبقى لي حال مع الله ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من اصحاب الاحوال مع ربنا ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا في هذه الساعة المبارك يا رب العالمين واخفر لكل من حضر وكل من سمع اللهم ارزقنا الهدى والطقى والعفاف والغنى زوج الشباب وزوج البنات اللهم امين جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا